أسعد بلقاءه وكان لي حظه الفرصة أني زرت الدوحة وتشرفت بأن استقبالني سمو الأمير وكل ذلك في إطار عودة العلاقات فيما بين البلدين إلى طبيعتها علاقات الأخاء والتضامن والعمل المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في الحقيقة ما يربطنا وأقول شرف أن نشأت بنا علاقات صداقة وتعاون وتطلع إلى استمرارها تناولنا جلسة مباحثات منفاردة وجلسة موسعة مع الوفود استعرضنا خلالها العلاقات الثنائية فيما بين البلدين كيفية تفعلها والارتخاء بها والعمل على إيجاد فرص التعاون في كافة المجالات التعاون السياسي، التعاون الاقتصادي، الثقافي وإن شاء الله يكون كل ذلك مفاعل في خلال ما اتفقنا عليه من تشكيل لجنة بلجنة مشتركة بلجنة وزيرية الخارجية تشمل كل موضوعات التعاون والعلاقات الثنائية فيما بيننا يعني كل المجالات مفتوحة وكل الروح الطيبة على الجانبين متواجدة بأن ننطلق نحو الأمام إن شاء الله في التصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا في تعزيز العمل العربي والتضامن العربي المشترك وفي تحقيق طموحات شعوبنا التي دائما تتطلع إلى مزيد من الارتباط والعمل أنا أشكر شيخ محمد على الرعاية التي بيلقاها المواطنين المصريين العاملين في قطر وأنا متأكد أنه دائما مصر ترحب بالزائرين والمقيمين الخطريين في مصر دائما هناك بعد بعد ما قد انتاب العلاقة من شوائب الحمد للزالت وزالت من خلال التوافق على بيان العلا وما تبع ذلك من تفعيل أمين وصادق للجنة المتابعة وما وصلت إليه من نتائج إيجابية فنتصور أن كل ذلك هو يدفع إلى الارتقاء بالعلاقة واستفادة كاملة من ثبات الإحساس المشترك لدي المواطنين الشعبين وعمره ما زال في الحقيقة دائما قائم بالمودة والشعور بأننا أشقاء متضامنين فراحب بك مرة تانية وأعطي معاليك الكلمة شكرا معالي الأخ سامح شكري على استضافتي اليوم واستقبالي في بلدي الثانية القاهرة وأنا أسعد دائما بتواجدي هنا بين أشقائنا المصريين طبعا مثل ما ذكر معالي الأخ سامح للاجتماع اليوم بحثنا فيه عدة مجالات أولا يعني العلاقات الثنائية وكيفية العمل على تعميقها والارتقاء بها واستمرار التعاون فيما بين البلدين إلى مجالات أوسع أيضا الانتقال به إلى مجالات أوسع سواء كان في المجالات الاقتصادية أو في المجالات الثقافية أو في المجالات الرياضية طبعا ولماني ذكرت الرياضة أتمنى لمنتخب مصر التوفيق غدا إن شاء الله ونرحب بالجمهور المصري نورونا إن شاء الله في الدوحة في كاس العالم 2022 طبعا تناولنا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وهذه التطورات وتداعياتها على الدول العربية واتفقنا مع معالي الوزير استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في هذه القضايا أتطلع للعمل سويا مع معالي الأخ سامح في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين الذي تقرر إنشاءها اليوم لبحث كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأن يرتقي أداءنا إن شاء الله لمستوى طموح قيادة البلدين ومستوى طموح شعبين الشقيقين شكر لك معاي الوزير مرة أخرى على استقبالي اليوم وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي قريبا في دولة قطر مساء الخير أنا رند أبو العزل من القناة العربية الحمد لله على السلامة طبعا حضرتك كنت في منذ ساعات قليلة في قمة النقب السوداثية يعني عايزين حركة بس تبرز لنا أهم الملفات حضرتك تحدثت هناك عن ملف الفلسطيني وملفات أخرى ولكن قيل أن هناك تحالف ضد إيران يعني نريد بعض التفصيل عن هذه القمة التي قيل أنها ستتكرر مرة أو مرتين كل عام يعني بالتأكيد أنه الدعوة لهذه الخدمة والأساس التي انعقدت عليها هي مرتبطة بتعزيز عملية السلام وترسيخ مفهوم السلام في منطقتنا مصر كانت رائدة السلام من 43 عام وتأتي وتشارك في هذه الفاعلية لتعزيز السلام لطرح وجهة نظرها ودفع بموصلة جهود السلام وطبعا في مقدمة ذلك بناء الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وإقامة دولته على حدود 67 وعصمتها القدس الشرقية كما تحدثت في المؤتمر الصحفي طبعا هذه القضية وفكرة تعزيز السلام استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أخذت حيز كبير خلال هذا الاجتماع أيضا أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استمرار التهدئة عدم اتخاذ إجراءات إحادية من شأنها أن تؤدي إلى أي توتر وتصعيد لأي مواجهات وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق في كل ذلك من الأهمية أن تطلع كل الأطراف بمسؤوليتها في هذا الصدق أكيد أيضا هناك تحديات تتواجه المنطقة سواء كانت متصلة بالقضايا الإرهاب والتطرف وأيضا متصلة بالتعامل لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها بعيدا عن التدخلات من خارج المحيط الإقليمي المباشر والمؤثر على الأمن القومي لدول المنطقة ليس بالتأكيد مشاركة مصر هي لإنشاء أي تحالف أو أن تكون موجهة ضد أي طرف مصر تسعى لعلاقات تعاون علاقات التفاهم علاقات مبنية على أسس ميثاقة الأمم المتحدة والاحترام المتبادل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولكن ترصد في نفس الوقت من قد لا يلتزم بنفس هذه المبادئ ولديها الاهتمام باستمرار التنسيق مع أشقائها العرب من ضمنهم مجموعة التي حضرت هذا الاجتماع سواء دولة الإمارات العربية الشقيقة دولة البحرين الشقيقة ودولة المغرب الشقيقة وهذا في الحقيقة هذا التجمع الهدف منه هو تعزيز مفهوم السلام ودفع خدما نحو استئناف وتأكيد حل الدولتين باعتباره الحل المتوافق عليه من قبل المجتمع الدولي باستاذ علي الطواب قناة الغد مساءة الخير يا فندم علي الطواب قناة الغد مساءة الوزير يعني جولة موفقة وكان الله في العون وشيخ محمد منور يا فندم أهل مساء بحضرتك السؤال يا فندم الملف الليبي الآن يشهد أزمات متتالية ووصل إلى حالة من انسداد الأفق السياسي لا سيام المشهد الأخير بين فتح عبد السلام باش آغا وزير رئيس الحكومة الليبية المكلف برلمانيا وسيد عبد الحميد الدبيبة الذي لم يسلم السلطة حتى الآن أود أن أستمع إلى الإجابة من معالي الوزير سامح شخري ومعالي الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني كيف هي رؤية الدولتين المصرية والقطرية فيما يتعلق بالأزمات المتتالية في الداخل الليبي المنطقة كلها ربما تدفع الفاتورة وستكون باهظة إذا ما ترك الأمر على ما هو عليه شكرا جزيلا ببداية أنا بس عايزة أستكمل ربما جزء آخر من السؤال الأول فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد في النقب وهو بوجود الوزير الخارجية الولايات المتحدة في هذا اللقاء وبالتأكيد وجود الولايات المتحدة وهي شريك لبقية الأطراف الحضرة ودولة لها طبعا مكانتها على الساحة الدولية ومن هنا كان الحديث أيضا والاهتمام للقضايا الأخرى ذات الاهتمام للجانب العربي والمتصلة بالمفاوضات الجارية في فيينا اتصالا بالملف النووي الإيراني التطورات بالتأكيد الخاصة بالأزمة الأوكرانية والصراع العسكري الدائر الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغوط التي تولدت سواء فيما يتعلق بالكوفيد والتي تفاقمت مع أزمة الأوضاع في أوكرانيا وتأثيرها على الدول العربية في الإطار التي كانت محل البحث أما فيما يتعلق بليبيا ومصر يعني مستقرة وثابتة في إطار اهتمامها بدعم المصاري السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا عدم التدخل من الخارج في الشؤون الليبية ضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية سواء كان مجلس الأمن أو بيان برلين واحد واثنين وباريس من ضرورة الوصول إلى الانتخابات الحرة والخروج القوات الأجنبية وتعامل مع قضية المرتزقة والميليشيات ويظل تواصلنا مع كافة الأطراف لإزكاء التوافق والتفاهم والتواصل إلى حلول سياسية بعيدا عن الصراع العسكري وتفاهم وأيضا تعزيز للمؤسسات الشرعية المسؤولة سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية وفقا للقوانين وصلاحية المجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الاطلاع بمسؤوليته في رعاية الشعب الليبي ونستمر في جهودنا بأن يتم الانتقال السلس السلمي إلى السلطة تنفيذاً لقرار مجلس النواب في هذا الشأن ومراعاة لحاجة إلى تفاهم بين المؤسسات الليبية بين الأطياف السياسية الليبية وتوفر مصر على أراضيها ساحة للتفاهم لتقريب وجهة النظر ونستمر وذلك مراعاة لحقوق ومصلحة الشعب الليبي الشقيق طبعاً لا أريد أن أكرر كلام معالي الوزير موقف دولة قطر متطابق في هذا الخصوص أولاً نحن ندعم المسار السياسي في ليبيا وندعم كافة مخرجات سواء كان الاتفاق السياسي في جنيف أو برلين أو باريس وصولاً إلى الانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا ولا نريد أن نرى أي شيء يحدث انقسام قد يؤدي إلى تصعيد أو عمل عسكري في ليبيا ونريد أن يكون هناك وضع استقرار وأن تكون العملية الانتقالية عملية سلمية بعيداً عن العنف وبعيداً أيضاً عن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ونتمنى أن الأشقاء الليبيين أن يتم التوافق فيما بينهم لوصولاً إلى بر الأمان إن شاء الله شكراً 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 تجاوزنا للمرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات الحمد لله بقلوب منفتحة وبنظرة مستقبلية فيما يهم مصلحة بلدين وشعبين طبعاً نرى أن الأفاق واسعة سواء كان في تعزيز الشراكة الاقتصادية فيما بين البلدين تعزيز التواصل فيما بين البلدين ومن بين الشعبين وأيضاً على العمل العربي المشترك وعلى تبادل الأراء ووجهات النظر حول القضايا المختلفة والذي يعتبر عامل مهم جداً للاستقرار في المنطقة ونحن طبعاً نؤكد على أهمية دور جمهورية مصر العربية المحوري في المنطقة العربية وأيضاً دائماً سنكون داعمين لأن نساعد وندعم في تعزيز هذا الدور وترسيخ الاستقرار في الأقليم لدينا شكراً ليس لي أن أضيف على ما ذكره علي الوزير إلا أننا لدينا طموح كبير وانفتاح كامل بقلوب أيضاً تتطلع إلى ما هو راسخ من علاقة بين الشعبين والأفاق سواء كانت في الإطار السياسي في مواجهة التحديات مشتركة في التعاون الاقتصادي كل ما هو له فائدة مشتركة في البلدين والشعبين ونعزز كل الأليات القائمة سواء كانت ثنائية أو في إطار علاقة مصر بأعضاء مجلس التعاون الخليجي أو في إطار الجامعة العربية وطبعاً الدور اللي بتلعبه أيضاً قطر في كثير من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية مشهود له ونعززه من خلال التفاهم والمشترك والتنسيق شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً